اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم يا فارج الهم كاشف الغم رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق تجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب تجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شرٍ وبلاءٍ وفتنة تصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وسلم المعتمرين والزائرين وحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيِّئ له البطانة الصالحة التي تدلُّه على الخير وتعينُه عليه اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهُدى يا رب العالمين واجزِه خيرًا على ما دعَى لاجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة اللهم كله على الحق مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا اللهم وفق وليَّ عهده عبدك محمد بن سلمان يا منان يا ديَّان اللهم وفقهم لصالح الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها ورخاءها يا ذا الجلال والإكرام ومن أرادها وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز اللهم يا كريم يا وهاب احفظ بلاد المسلمين من شر الفتن والإرهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق المسلمين لسلوك منهج الوسط والاعتدال إنك أنت الكبير المتعال اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم وفق نساء المسلمين اللهم جمِّلهن بالحياء والحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم فرِّج همَّهم اللهم اكشف غمَّهم اللهم اصلح حالهم اللهم احقِن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع الجهل والجوع والأمراض عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم إخوةً متعاونين متحابين متآلفين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم وفِّق رجال أمننا اللهم وفِّق رجال أمننا اللهم وفِّق المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم ثبِّت أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدِّد رميهم ورأيهم اللهم عافي جرحاهم واشف مرضاهم وردَّهم سالمين أغانمين يا ذا الجلال والإكرام يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أُغلِقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يمِّن كتابنا ويسِّر حسابنا واجعلنا ممن ينادى غداً في الآخرة كُلُوا واشرَبُوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم هوِّن علينا الموت وسكرته والقَبْرَةَهِ وَالْقَبْرَ وَغُمَّتَهِ وَالصِّرَاطَ وَزَلَّتَهِ يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهبْ لنا غِنًا لا يُطْغِينَا وَصِحَّةً لَا تُلْهِينَا وأغنِنَا اللهم بفضلك عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا وَاجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَوَفَّنَا وَأَنْ تَرَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَظْبًا اللهم أحزن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أوزعنا شكر نعمك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر وارحم لمؤسس وموحد هذه البلاد اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ووالدين وولاتنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لتدارك ما فات منا من صالح الأعمال وأحسن خاتمتنا واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعد رمضان علينا أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا أرحم الراحمين مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين اللهم اكفنا شرورهم اللهم اكفنا شرورهم اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعة واسقنا بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا وتفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وعملٍ متقبلٍ مبرور يا عزيز يا غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود اللهم صلِّ على محمدٍ ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلِّ على محمدٍ ما تعاقب الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر اللهم ارزقنا اتباع سنته واجمع المسلمين على ملَّته يا أرحم الراحمين واحفظهم من التحزُّب والتعصُّب والطائفية يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم إنك وصفت ليلة القدر بالسلام وأنت السلام والجنة دار السلام وتحيَّة الإسلام السلام فاللهم عمَّنا بالأمن والسلام اللهم عمَّنا بالأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز نسألك أن تتقبَّل منا صالح الأعمال وأن لا تردَّنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التُكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين